لحظات فتحت البوابات على بركة الله تعالى في ثامن الأشواط في جزئه الثاني انطلاقة خيل الانتاج عمر الأربع سنوات والخمس سنوات التي لم تربح في سباقاتها الماضية تنطلق من علامة الـ 1800 متر خيل الانتاج عمر الأربع والخمس سنوات هنا الانطلاقة تبدأ مع عناية الرشيد إبن فلاشي بول مع نواف الفيروز يبدأ السباق بسرعة عالية يتمسك بالسياج وينطلق إلى المركز الأول في محاولات للحاقة من قبل على ما يبدو نجمة شيف إلى ثاني المراكز وأشاهد جيكسا ابن دكتور نعمات إلى المركز الثاني يأتي بسرعة يحاول الانطلاق مع روبيرتو بيريز فيما نشاهد كذلك أيضا التواجد لخصيمك إلى رابع المراكز ونشاهد تحرك لسيحان في المركز الخامس الكاميرا المواجهة للجياد هنا نشاهد الانطلاق إذن ابن ديباج المرشح الثالث يتقدم من الخارج إلى ثالث المراكز والتحرك القوي من قبل سلاب على ما يبدو إذن من الخارج ضمن الأسماء المتصدرة لا زالت الصدارة مع عناية الرشيد يقود السباق في هذه الأثناء يحاول الانطلاق التطابق هنا على المركز الثاني هنا نشاهد إذن أرناج إلى ثالث المراكز وسيحان من الخارج يحاول الانطلاق وكذلك المجموح سلاب من الخارج يحاول الانطلاق بقوة إذن الأمتار الأخيرة هنا نشاهد الأربعمائة متر الأخيرة عناية الرشيد لا زال يقود السباق سيحان قادم ابن سبرينغ أتلاست بدخول قوي من الخارج سيحان ينطلق إلى المركز الأول في الظهور السباقي السادس صاحب أعلى تصنيف في هذا الشوت 73 درجة يتصدر السباق يذهب إلى المركز الأول الخمسين متر الأخيرة سيحان يسجل الفوز الأول في سجله السباقي ويغادر فيات الخير التي لم تربح لإبراهيم نصيب الأخضر تدريبات عبد الله نصيب والكيادة العبد الله الفيروز ألف مبروك اشتركوا في القناة